الاشكالية بقى اللي ممكن تحصل بعد تطبيق هزا القانون وطبعا احنا بالفاق يعني ما بيقولك سوء العربات المستعملة هيحصل له ركود اه بالزبط هل ده هيخال مشي عظيفها؟ انا ما قدرش عكم على هزا الامر اوي موجة نظر مش هيحصل وبعين اه فالله هو قانون ما تطبقش لسه ده مجلس الزراء ده اسم مقترح بقانون بيطلعه الى مجلس الدولة مجلس دارو معالمي طبعا احنا عايزين نأكد للمشاهدين ان احنا مش ضد انه يطبق بالعكس ده مصرحة المواطن هي اول حاجة الاولوية نحن تعرف ان نفسك للأوجه لناس يعني فيه ناس عطبق ضد وناس معافية في الدنيا بالزبط بالزبط كده احنا هروح مجلس الدولة ومجلس الدولة هبعته الى السلطة التشرعية هي مجلس النوا طيب فيما يخص بقى تطبيق هذا القانون من وجهة نظر حضرتك تعتقد انه لما يطبق اللي هو حتة ان التوكيل تماما مددته ثلاث شهور هيبقى الافضل للمواطن ان انا ابيع لمواطن مش لتاجر يعني خلاص بيني يعني انا مثلا عند عربيتي عزباع الحسين يزبط عصب يعني عتفري هو بالنسبة له انا راجل عزباع عربيتي يعني ساتك عارفة جميع الدولات يعني وسائل التواصل موجود في علاوية العربيات او يروح لتاجر السلطة هو ممكن كثيرة جدا يعني النهاردة مش لازم بس تاجر لك احنا مضعش عيش حد يعني يعني هو بروح لتاجر يعني يمكن يجيب له زمون احسن انا اقصد في حالة تعصف التجار لو هم بقى عندهم التعييف لا والتاجر مش هيتعصف هو غصبا عنه هيتعصف هيقول له ايه اقول له والله انا كتاجر عزباع حقي نددك فلوس تعال عملي توكيلهم يعني انا هو حديني مثلا متين الف جنيه او متين وخمسين الف جنيه او تلتمائة الف جنيه حسب بقى موديل العربية وخلافه وفي الاخر كده ما اقدره ورقة كده طب التاجر في حالة ان العربية قعدت عنده اكتر من ثلاث شهور يعمل ايه بيبقى موقفه ايه بقى يعني القانون في الحالة دي هم موقفه القانون هو ده حسنية للتوكيل لا التوكيل لا فهم مصلحته يعمل اجراءاته طيب